الميديكال إيميجينج تكنيكس X-ray, MRI, CT scan US Ultra Stenography وإلى آخر منها Nuclear Medicine أوكي ذني اللي رح نتعرف عليها خلال هذه المحاضرة موسيقى مساء نور شباب وبيناتك اللي قاعد يتابعوني اليوم إن شاء الله من حضرتنا مثل ما شفنا رح تكون عن Medical Imaging Techniques نتعرف مباشرة على ال ILO حتى ندخل باللكتور مباشرة حتى ما يطول الفيديو أول ILO هو لدينا Radiologic Anatomy ال ILO الثاني إنه إحنا ليش نحتاج Why do we need Radiology ليش تحتاج ال Radiology نحن نشوفه إن شاء الله خلال هذا الفيديو وأهم ILO وهو Types of Medical Imaging Techniques هذا اللي رح نتعرف عليه إن شاء الله خلال هذا الفيديو نبدأ بالمحاضرة نبدأ بأول ILO وهو Radiologic Anatomy Radiology is the branch هو فرع of Medical Science فرع من فروع العلوم الطبية Dealing يتعامل with the use of radiant energy يتعامل مع استخدام الطاقة الإشعاعية الطاقة الإشعاعية يعني الإشعاع الإشعاع نفس النفس نفس الأكسرائي نفس الأكسرائه مثل ما استخدامها بال Diagnosis بالتشخيص أيضا أقدر أستخدامها بالتريتمينة بذلك المغاناة عندي راديولوجيك اناتومي is the study of structure and function of the body using medical imaging techniques يعني انا راح استخدم الراديولوجي يعني راح استخدم الراديولوجي او الراديولوجي راح استخدم هذه الطاقة الاشعاعية حتى ادرس الاناتومي of human body لانه مثلا الاشاء راح اتصور لمثل ما نعرف كله احنا الاكس راي الاشاء السينية راح اتصور لي الموجودة بداخل الجسم اوكي فرح اقدر ادرسها راح اقدر اشوفها ورح اقدر ادرسها راح اقدر اصفها والى اخرين من هذه الامور it's an important part of clinical anatomy طبعا اذا اجاني شخص clinical anatomy شون قصدنا به اذا اجاني شخص عنده كسر بالجمجمة عنده كسر باحد العظام مثلا عدة من هاي الامور فاني احتاجت انه احدد مكان الكسر بالضبط فشنو اللي يسوي ادزه انو اخذ الاكس راي من اخذ الاكس راي راح اقدر اشوف مكان الكسر حتى اقدر اتصرف هذه هي الحالة اللي احتاج مثلا بها الاكس راي بهذا المعنى الclinical anatomy هو استخدام الانوط Gimme هذ environmental هذا اللي احنا قاعدين درسه اكledonst metabolismo اتنا الانوطعم أو الانイ Gund لهذا المعنى هاي الفكرة يعني ورح يأهلنا يعني للسرجوري احنا رح نكون بيومنا الايام سرجن كل احنا رح نكون سرجنز ان شاء الله فلانه احنا رح نكون سرجنز فنحتاج الانوتومي وهو استخدامنا للانوتومي بالكلينيك نسميه كلينيكال اناتومي واعتقد انه هذا الشيء شرحته ببداية الجنيرال اناتومي اللي هو كلينيكال اناتومي طيب ليش احنا نحتاج الراديولوجي يعني احنا رح نستخدم او نحتاج الراديولوجي حتى شنو حتى نحدد حتى نحدد النورمال ستركترز من الابتنوربال بعض المعنى يعني مثال هذه الراديوغرافز اللي هي الطريقة الادات اللي نستخدمها الطريقة الجهاز هو الاكس راي بهذا المعنى طيب او التكنيك بمعنى اصح رح يعني يمكنني يسهل علي انه اميز يعني بما معناته باختصار انه انا رح استخدم رح استخدمه حتى اقدر اميز ما بين النورمال والأبتنورمال يعني يجاني شخص اني الشاك مثلا عندنا في نزيف داخلي ولا ما عنده ما متأكد اني فمن رح اسوي له مثلا احد الامجينك تكنيكس استخدمها رح اقدر اتأكد انه هو عنده نزيف ولا ما عنده نزيف داخلي مثلا هاي الحالات تكون يعني اذا صار عنده نزيف داخلي يعني هو نفس النزيف رح ينزف يخرج الدم من البلد ستريم يروح اوت سايد بلد سريم فبالنهاية انه يصير عنده يعني انخفاض بكميئة الدم الموجودة بالبلد ستريم وبالنهاية ممكن يعني ما يوصل الدم للانسجة ممكن يموت فعني لازم اعرف عنده نزيف داخلي ولا لا بهذا المعنى طيب المديكال اميجينك تكنيكس كومنلي يوز اني كلينيكال ستنجز رح انستخدمها بالكلينيكال اوكي مثل ما شفنا يعني مثل ما احجيت لكم هاي الزالفة انه ما نزيف الداخلي انايبولز وان يعني رح تمكن الطبيب الدكتور او التكنيشون او انه مهم تمكن الشخص اللي رح يكون هو مسؤول عن علاج هذا الشخص او يسوي له عملية اناماليز معناتها انه كونجينثال يعني التشوهات الولادية اللي تصير بهذا المعنى فاني اقدر احددها كي اقدر اشوف انه اكو تشوه ولادي ولا لا هاي وحدة من الامور اللي استخدمها فما قلت لكم مثلا النزيف الداخلي اريد اشوف هذا الشخص عده نزيف داخلي ولا ما عنده اريد اشوف مثلا هذا الشخص انه صاير عنده حالة معينة انا ما قدر اشوف ما قدر يعني قدرتي كطبيب يعني انه مجرد من السيبتمز ما اقدر احددها الا اشوفها بالامجينغ تيكنيكس بهذا المعنى فاستخدامي لها رح يكون بهذه المواضع بهذا المعنى طيب اه تمارز تمارز يعني الاورام الكنسر انه شون اقدر اكتشف انه هذا عنده كانسر ولا لا او اتأكد بمعنى اصح اتأكد او حتى اكتشف انه من خلال الامجينغ تيكنيكس الكسور مثلا واحد عظمة ما كسور انا واحد من الناس مرة صار عندي كسر بس الكسر يعني فتر مكسر سمي فشر فكان لازم اتأكد انه عندي ولا لا لانه مثلا احيانا ينكسر العظم بس ما يتحرك من مكانه يبقى بنفس مكانه فاني اذا ما ادري انه عندي كسر فراكتشور يعني فراكتشور نون ديس بلايز يعني معناه تمام تحرك من مكانه فممكن انه مثلا اروح عادي العاب و اروح عادي انه اروح للجم وكذا و الاخير واني ما ادري انه عندي فطر ففجأة انه الفطر تحول الى فعلا كسر كسر فعلي وانتفصلا الجزئين عن بعضهن وبالنهاية انه شون اللي صار لازم عملية حتى يرجعون العظم الى مكانه بهذا المعنى فهي من الامور اللي اقدر اميز بها هذه الاشياء اللي راح احتاج بها دني التكنيكس طيب عندي تايبس اف اميجينج تكنيكس وهو هذا اهم جزء من المحاضرة the most commonly used medical اميجينج تكنيكس اللي هنه دني conventional radiography خلناخذهم بشكل سريع حتى نطل المحاضرة conventional radiography اللي هي منية الاكس راي نفسها هذه هي اكس راي كلها احنا طبعا اكيد شايفين اكس راي ولكن مو كل احنا راح نعرف هاي المعلومات اللي راح اقولها هزا اول نقطة قدنا شيء اسمه رايديو بيك رايديو بيك شنو معناته طبعا مثل ما نشوف انه الصورة ابيض واسود الابيض شنو معناته والاسود شنو معناته الابيض اللي راح اشوفها على الصورة راح اسميه ريديو بيك هذه RadioPake صفة هذا النسيج هو RadioPake شنو معناته معناته أنه هذا النسيج الموجود هنا اللي هو العظم العظم اللي هو مثلا مثل من نشوف هذا كلش أبيض مثل من نشوف هذا أيضا أبيض هذا أبيض هذا الأضلاع مو كلش بيضة بس أنه بيها بيض هذا هنا هم أبيض بهذا المعنى فـ RadioPake معناته النسيج اللي يمتص أكبر كمية من الأشعار إذن شنو اللي قاعد يصير بالإكس راي شنو اللي يصير طبعا حتى تاخذون التفاصيل الكاملة الكاملة والكاملة الكاملة بعلا يمين الشاشة رح تظهر لكم اقتراح الآن هذا الاختراح الدخل عليه رح تدرسون الإكس راي بتفاصيلها تفاصيلها المملة من ناحية المتكال فيزيكس صراحة أنه أشجعكم جدا أن تدرسوها لأنه شي جدا لطيف وسوري أنه المحاضرات السابقة يعني أدائي مو مثل هزة يعني رح تسمعني نعسان باختصار أوكي فسوري على هذا الشي هاي نقطة فاللي رح يصير عني عندي بالإكس راي شنو أنا رح أطي إشعاء على الجسم أكو أنسجة رح تمتص هذا الإشعاء وأكو أنسجة ما رح تمتص هذا الإشعاء أكو أنسجة رح تمتص كمية من الإشعاء معينة وأكو أنسجة تمتص كمية أقل أو أكثر بهذا المعنى فكل نسيج رح يمتص كمية معينة من الإشعاء النسيج اللي رح يمتص كمية كبيرة من الإشعاء مثل العظم يعني رح أسميه ريديو بيك العظم هذا العظم النسيج العظمي شنو معنات ريديو بيك يعني معناته ترانسبرانت سوري مو ترانسبرانت يعني معناتها بيك أوكي بيك أو بيك ما نسيت صراحة اللفظ الصحيح للكلمة يعني من أجزئها ولكن بما معناته أنه يمتص يمتص الأكس راي بينما عندي أنا اللنغ هنانا مثل ما نشوف اللنغ رح تكون ريديو لوسند ريديو لوسند شنو معناتها معناتها رح تمتص كمية قليلة جدا من الإشعاء أوكي يمكن حتى أساسا لتصل لدرجة تكاد تكون لا تمتص بهذا المعنى فمن أقول ريديو لوسند تيشيو مثل اللنغ يعني معناتها قاعد أقول هو ترانسبرانت ترانسبرانت معناتها أنه شفاف تأكس راي يعني أنه من تمر بالأكس راي يتمر بكأنه الضوء اللي قاعد يمر من زجاجة ولا كأنه أكو شيء بهذا المعنى فهذه النوعين من الأنسجة كلمة رايديو لوسند و رايديو بايك مهمة حتى يعني ممكن تجيك بالامتحان ممكن أنه أنت كمصطلح تستخدمه مثلا نقول أنه اللنغ is رايديو لوسند مثلا رايديو مثلا this area is رايديو بايك رايديو بايك معناتها أنه هنانا عندي كمية كبيرة من السوف تشيو مثلا هنانا هذا هنا ماكو عظم أوكي هنانا بس العظم تقريبا هنانا اللي أكو هذا هو عبارة عن الدايفرام دايفرام و كمية كبيرة من الأنسجة سوف تشيو فلهذا السبب نبين أبيض فهذه المنطقة صاية رايديو بايك هناكو كمية كبيرة من السوف تشيو بهذا المعنى ممكن مثلا أنت تلاقي تيومر هنا تيومر هنا راح يصر هذا التيومر رايديو بايك باللنج تيومر باللنج راح يصير راديو بايك بينما اللنج المفروضة تكون راديو لوسند فهذه هي نورمال أكسري فورد تشست طيب هذ هي طبعا صورة إيشان قاعد يصير الأكسري يعني هذه الكاثودة تيوب اللي هي الأكسري أكسري تيوب اللي هي سورس أو أو سورس أو رايديونت راح ينطلق من هنا الإشعاء يعني بالمحاضرات اللي ظهرت بأعلى يمين الشاشة على فكرة تظلون دائما قدرون تنقرون بأعلى يمين الشاشة أكو هذا دائرة وبيها آي نقرون عليها صلاحيكم كل الاقتراحات اللي هنا غالبا رح يكون الخمسة مو أكثر من خمسة لأنه ما يسمح يوتيوب أكثر من خمسة اقتراحات طيب هنا اللي قايز سر شنو هذي الصورة شي تبين لي هذي هي الأكس راي أو ريديانت انرجي ضربة هنا وعندي طلع هذا النسيج رح نشوف منه اللي رح يكون راديو لوسنت ومنه اللي رح يكون راديو بيك لو نلاحظ انه الاسكن الاسكن ما قاعد تمتص تقريبا ما قاعد تمتص أي إشعاع فقاعد يخترق هالإشعاع ويوصل لهنانا اللي هي ديتكتر أو فيلم أوكي بهذا المعنى قدنا هنا هذا المسلز لو نلاحظ انه المسلز قاعد تمتص كمية من الإشعاع ولكن مو بالكثيرة مقارنة بالكومباكت باون اللي قاعد يمتص كمية كبيرة من الإشعاع مقارنة بالبقية بهذا المعنى فقاعد يمتص كمية كبيرة من الإشعاع لهذا السبب هذا طبعا هنانا مثل الجراف أو مثل يعني مثل الجراف يعني انه قاعد يبين اشقد كل نسيج قاعد يمتص فنشوف انه هذا كمية كبيرة يعني هذا كومباكت بون قاعد يمتص كمية كبيرة من الاشعاء هذا مثلا هنانا السبونجي بون قاعد يمتص كمية اقل من الكمباكت بون هنانا كومباكت بون ايضا قاعد يمتص هنانا المصوز وهكذا بهذا المعنى فالان مثلا عندي اني البون اللي هو الريديو بيك معناته انه قاعد يمتص كمية كبيرة من الاشعاء لان السجل قاعد يمتص كمية كبيرة من الاشعاء سمي الريديو بيك اللي هو البون الـ skin اللي يعني تكاد تكون transparent to X-ray completely يعني بوعناته أنه ما قعد تمتص تقريباً أي X-ray فأسميه radulucent بهذا المعنى طيب الآن اللي أريد أوضحه أكو مصطلح الـ intro-posterior اللي هي الـ AP projection شنو معناته؟ أنا عندي بروتوكولات معينة بروتوكولز يعني بروتوكولز يعني بروتوكولز ما أعرف شو معناته بالعربي حتى أستخدم أو حتى أخذ X-ray مثلاً للـ chest من أنا كدكتور أطلب أقوله أنه الطيني أو أنه أعملي X-ray للـ chest chest X-ray فالتكنيشن أنا ما ذكرت شنو اللي أريده فهو أكو عده بروتوكول معين من أقول أنه نورما أو من أقوله يعني أنه أنا أريد X-ray chest X-ray فهو راح يعرف شنو اللي أريده لأنه هو ما أكو أكو بروتوكول معين أنه من الطبيب يطلب يعني معناته تسوي هذي وهذه وهذه بهذا المعنى مثلاً أنه أحياناً أنه أنا أحدد له أريد أريد مثلاً أنترو بستيريور بوجيكشن أريد بوستيريور بوجيكشن أريد ليفت أريد رايت أريد مثلاً كذا أنه أنا أحدد له شنو اللي أريده طيب إحنا إحساً اللي راح نتعرف شنو بهذا الفارت من هذه اللكتر راح نتعرف على شنو نذني الأشياء اللي أنا ممكن أطلبهن أو شنو البروتوكولات اللي راح يطبقهن التكنيشن أو اللي راح يختار من أدهن حتى نعتبر هذا بروتوكول يعني ما راح أقول لكم شنو البروتوكول اللي راح يطبقهن شخصياً أنا ما أدري يعني ما أعدي معلومة دقيقة ولكن اللي راح أقوله شنو أنه أنا عندي شي اسمه الانترو بستيريور بوجيكشن شنو معنات الانترو بستيريور بوجيكشن يعني أنا راح أخليك أو أقفك أو أديمك أوكي راح أخذ لك chest x-ray بطريقة أنت نايم على ظهرك بالsupine position أنت نايم على ظهرك وهاني راح تكون ال x-ray ال x-ray راح تدخل بيك راح تدخل بيك من الأمام إلى الخلف من صدرك إلى ظهرك فهذه الطريقة راح أسميها أنترو بستيريور بوجيكشن بهذا المعنى فأنت هس وآني هماتين نقعد نباوع على هذه الشاشة اللاحظ أنه هذا هو ال-right هذا ال-right مع ال-patient بينما هذا هو ال-left مع ال-patient ال-right مع ال-patient راح يكون ال-left معتي ال-left معتي راح يكون right بالنسبة لل-patient وال-right معتي راح يكون left بالنسبة لل-patient بهذا المعنى يعني فهذه لما يكون أنترو بستيريور ولازم يقول لي هو أنترو بستيريور لأنه يمكن ما أقدر أحدد أما فكرة لمن يكون بستيريور بوجيكشن أنه الأشعة راح تدخل من ظهرك إلى صدرك بهذا المعنى بهذه الحالة أنت راح تجيك ال-patient راح تشوف أنه يعني ال-right ال-right مع المريض هو ال-right معتك وال-left مع المريض هو ال-left معتك نفس لأنه أنت قاد تنظر له من الخلف هاي الفكرة فأني من يجيني التكنيشن لازم يقول لي أنه هاي بستيريور أو أنترو بستيريور بهذا المعنى طبعا هذه الصورة أنترو بستيريور ليست بستيريور ولكن صراحة أنه ما لقيت صورة بالمصدر ولا تعبت نفسي وصراحة هي المسألة مستهلة لأنه كل الفكرة أنت لازم تفهم هاي الفكرة يعني أكو بستيريور وأكو أنترو بستيريور طبعا إحنا راح ناخذ ال-x-ray يعني راح ناخذ صور كثيرة عنها بالمستقبل بال-x-ray بال-overlim ال-overlim أنه لازم ناخذ كمية كبيرة من ال-x بس راح نصر نعرف نقراها والمستقبل أنه راح نتعامل مع هذا الشي بشكل كبير فرح نصر نعرفها رأيت أنه بدلا طول المحارب نفس الوقت أنه يعني ما لها ذاك الداعي كل شيء يعني بهذا المعنى هذه هي نفسها أدنى طبعا هذه صورة قاعد تبين لي أنه هذا ال-x-ray tube وهذا الشخص هذا ال-poster anterior أنه قاعد يضرب تضرب ال-x-ray من ال-posterior إلى ال-anterior بهذا البعنى أما هذه فأنا قاعد أخذه من ال-lateral طبعا هذا ال-right of the patient وهذا ال-left هذا مثلا left projection بهذا المعنى يعني بينما هذا انترو بوستيريار آه سوري بوسترو انتيريار أو برويكشن هذا بوسترو انتيريار وهذا راح يكون left projection أو سوري right projection بهذا المعنى يعني ال-x-ray tube أو ال-x-ray tube اللي source of energy راح تكون من ال-right إلى left هذا على ما أعتقد اللي فهمتها يعني أنه هذا هو المستكون بروتوكول المعتمد حتى ياخذ chest x-ray بهذا المعنى آه طبعا هذه آه سوري آه هذه هي عبارة هذا اللي راح يكون من ال-right إلى left هذا يعني ال-patient هنا ال-x-ray tube راح يكون آه يعني على الجانب الأيمن إلى يعني right إلى آه بينما الفيلم راح يكون left إلى هذا بالعكس قلبت لل-patient يطلع نقف يعني بشكل معاكس فهنان ال-x-ray tube راح يكون على ال-left ما لل-patient والفلم راح يكون على ال-right ما لل-patient فهذه الأنواع هذه الفروتوكولات اللي أو المست كومت خلي نقول اللي أنا اعتمدها حتى أخذ x-ray بهذا المعنى آه هذه هي ال- contrast media شو نقصد بال- contrast media contrast media آني راح أطيك شيء مثل العصير وتشربه هذا العصير أسمي contrast media هذه contrast media عدها قدرة أنه تمتص كمية كبيرة من الإشعاع مثل العظم يعني فمن أنت راح تشرب هاي المعدة ما لتك مثلاً فرح أقدر أشوف أنه راح أقدر أشوف المعدة بشكل واضح لأنه المعدة soft tissue فما راح أتبين بال- X-ray بشكل كبير ولكن من أطيك contrast media راح أقدر أشوفها بشكل واضح مثل ما قاعد نشوف هنا أنا هاي كل فكرة ال- contrast media الآن ننتقل إلى computed tomography CT scan CT scan هو نفس فكرة ال- X-ray ولكن أنا هناك بال- X-ray العادية أخذت planer يعني أخذت أشياء راح تطلق لي 2D مو 3D هنا أنا راح تطلق 3D أوكي هنا أنا راح تطلق 3D مثل ما قاعد نشوف أنه ال- X-ray هذا هو ال- X-ray tube راح يدور حول ال- patient ويطلع لي صورة شبيهة بهاي هاي شنو عبارة عن شنو هاي عبارة عن transverse section وين بهاي المنطقة نفسها هاي المنطقة نفسها هاي الدائرة هي عبارة عن transverse section أنا قصيت المريض بشكل عرضي أوكي على horizontal line فإنه صار أدي transverse section بهذا المعنى هذا transverse section راح يبين لي هذا ال- liver هذه مثلا ال- right kidney ال- left kidney راح يطلع لي هاي التفاصيل من الجسم لأنني أحتاج أشوفها بهذه الطرقة وأشوف ال- abnormalities اللي ممكن تكون موجودة أما عندي هذه هاي هي الصورة اللي راح أحصل عليها من هذا الجهاز أوكي من ال- CT scan فهذه الصورة عبارة عن شنو هذه اسميها tomography هذه اسميها tomography بينما هاي اسميها transverse section أما هذا tomography شنو هو بالضبط هو عبارة عن transverse section ولكن باستخدام ال- CT scan بهذا المعنى فهذا ال- tomography راح يبين لي أنه هذا ال- liver هاي الكيدنيز ذنية اثنية ال- right و- left هذا يعني هاي التفاصيل سموه مهم بقيه شنو لأنه كده أنا مو خبير بقراءة ال- CT scan بشكل كبير يعني ولكن أنه هي نفس الصورة اللي قبلها يعني هاي هاي هنانا ال- CT scan ال- CT scan مثل ما شفنا يعني رح يقطيني transfer section رح يقطيني sections يعني على المريض بهذا المعنى رح أقدر أشوف الأمور بشكل أدقه رح أقدر أشوف ال- abnormalities اللي أحتاجها فالفرق ما بين ال- CT scan وال- X-ray ال- X-ray رح تطيني planer رح تطيني مقطع يكون بطريقة planer يعني أنه مجرد أشوفه من جهة وحدة بهذا المعنى رح تكون 2-D يعني بهذا المعنى أما هذا لا رح يطيني section رح يراويني section بهذا المعنى رح يراويني التفاصيل اللي ما رح أقدر أشوفها باستخدام ال- X-ray العادية الآن ننتقل إلى Ultra Synography طبعا أكيد يعني مثل ما تلاحظون بكل مكان رح يكون موجود مثلا هذا Ultra Synography رح تلاقون بأعلى يمين الشاشة المحاضرة التي تقدرون تحضروها بشكل تفهمون Ultra Synography من ناحية وكثير من التفاصيل عنها لطيف أن تحضروها رح تستفادون جدا Ultra Synography ببساطة شنو أو السونر أو أو أعبارة عن جهاز هنا nous هذا هذا رح يقوم موجات فوق الصوتية بتيتمب turbo راح يقوم بحسابات معينة بحيث ي�로 lush صورة مثل هذه. هذه هي عبارة عن الكدني. طبعا اكيد احنا نعرف السونار وين نستخدمه. نستخدمه بكثير من الامور. اكو امور معينة ما نفضل نستخدم السونار بيها. ولكن السونار اداة بسيطة متوفرة وين ما كان. وين ما كان انا اقدر اخذ السونار. بس مثلا السيتس كان جهاز كبير يحتاج له غرفة واحدة. اه مثلا الاكس راي بشكل عام انه تحتاج لها غرفة واحدة ولازم يكون اكو يعني حماية من الاشعاع ومو باي مكان اقدر اخذ يعني اكس راي او سيتي سكان. لازم اكو غرفة خاصة ولازم اكو اعدادات يعني ضخمة بهذا المعنى. اما الالترا الالترا ساوند او الالترا سيناغرافي. ديو اس اقدر وين ما كان. ممكن انت ببيتك يعني اجيب لك سونار يعني خاف تريد تتعرف على عضائك الداخلية مثلا. بهذا المعنى فوين ما كان يعني رح يكون سهل وامن اكثر بامان يعني. لانه رح استخدم موجات صوتية ما رح استخدم اشعاع مثلا. فهي واحدة من الامور يعني او هذه الامور يعني لطيفة بالسونار ولكن ما ذلك انه السونار محدود بحدود معينة ما اقدر يعني كل شيء اتعرف على المثلا يعني اتعرف على هواي تكنيق يعني هواي اشياء ما رح مرح يطيني اياها الالتراساند يعني كل جهاز طبعا او كل تكنيك مثل من اللي اللي عرفناهم لها استخداماتها الخاصة. الان الالتراسانوغرافي is not used. why? الالتراسانوغرافي is not used for the examination of CNS and Lung. طبعا السؤال مو كلش دقيق. اوكي? والجواب اه مهم وكلش دقيق. ولكن انا رح ادققه هسه. اللي رح اسويه شنو? احنا ليش ما نستخدمه للسي اناس. because the bone reflects nearly all التراساند ويفز. يعني مثل ما نعرف احنا السي اناس اللي هو سنترل نيرف السيستم من المحاضرات السابقة عرفنا. اه البرين مثلا البرين. البرين انا ما اقدر اخذ له سونر. ليش? لان انا ما رح اخلي هذا الجهاز ترانسديوسر وهذا ترانسديوسر يعني اللي اخلي اه هذه الذراع اللي ادور بيها وكذا. اه من رح اخلي على الجمجمة. الجمجمة رح ترجع رح تسوي رفلكشن رح تعكس هذه الموجات الصوتية. فما اقدر انا اشوف داخل داخل الجمجمة شنو موجود? اللي هو البرين. بهذا المعنى. يعني رح يكون الموضوع شبيه هو كأنه انا رح قاعد اخذ سونار للصخرة. همتوا الفكرة? بهذا المعنى. لهذا السبب انا ما استخدم الالترا السينوغرافي حتى اخذ اميج عن السي اناس. هاي نقطة. النقطة الثانية. طيب للانج شنو المشكلة? بالنسبة للانج. اللانج هي عبارة عن فراغ هواء. اوكي هواء. فالالترا الالترا الساوند وايفز يعني رح مثل ما نشوف. يعني رح يكون بشكل بحيث انه انه ما رح اقدر اشوف التراكيب الاجزاء الداخلية للانج. انه ما رح اقدر اشوفها بكل تفاصيلها. فاني ممكن استخدم الالترا السينوغرافي بحالة وحدة. شنو هي? اريد اشوف اللانج بيها انفيوجون ولا لا? شون يعني? يعني انه اللانج بيها هواء ولا بيها سوائل? هاي الحالة اللي ممكن اسوي بيها اكزامينيشن باستخدام الالترا السينوغرافي للانج. بهذا المعنى. ولكن انه ما رح تفيدني ما رح تفيدني السونار بالانج. فما يحبذ بم معناته انه يعني احنا ما نستخدم ابدا الالترا سينوغرافي بالانج. لا ولكن ما يحبذ لانه ما رح اقدر اشوف كل التفاصيل اللي احتاجها. او استخداماتي للالترا سينوغرافي بالانجزامينيشن للانج رح تكون محدودة. بهذا المعنى يعني. طيب. اه الرابع اللي هو الماغنتيك ريزننس إميجينج يعني الامآر اي. هذا هو الامآر ايه ايه هذا هذا مو اكس راي. طيب شون اميز بينه بيتا السيتسكان او ال اكس راي؟ طبعا هذا مو سيتسكان اكيد. السيتسكان يكون مقاطع عراض اي ترانس فير سكشن. ولكن هذا اآآر اي. طيب شون عرفت انه هذا امر اي? الامآر اي يبعين للسوفت تشيو اكثر من ال calle يبيني ولكن مو بكفاءة الامر اي يعني لو تلاحظون انه قاعد اشوفها تغريبا بشكل واضح على فكرة انه هاي الصورة اساسا مواضحة يعني هاي الصورة من المصدر مواضحة اه بالحقيقة انه الامر اي رح يكون اوضح بكثير من هذا بهذا المعنى ولكن الامر اي مكلف بحيث انه انا ما مكلش يعني ما قدر كل شوية اي اي شغلة انه اريد اعرفها خلاص خلاص امار اي موامر اي كلش واضح لا مكلف الامر اي فما يعني ما نستخدمه دائما نستخدمه بالحالات اللي فعلا تحتاج امار اي بهذا المعنى ولكن بالنسبة لهذه الصورة بالامر اي لاحظ انه الصورة جدا واضحة يعني الى حد ما واضح بكثير من ال اكس راي وهنا الفكرة انه يعني الامر اي رح يركز على الصورة التي يظهر بحيث يبدين لصل لتفاصيل الموجودة بها. بينما يما يا رح يميز لي ما بين الصورة وال Nana رح يميز على حسب الاتينيويشن اللي قاعد يصير بهذا المعنى الاتينيويشن شو المعناته يعني التخفيف يعني من تضرب الأكسري الاتينيويشن رح تضرب البونر رح هو أكثر أكثر تيشو رح يعمل بهذا المعنى بينما الصوف تيشو رح يكون اتينيويشن مالتها أقل هاي الفكرة طبعا كمقارنة ما بين الستي سكان والاراي محاضة رح تكون أو فيديو على يمين الشاشة فيديو بسيط غالبا رح يكون أقل من عشرين دقيقة نطيف جدا أنه تعرفون المقارنة ما بين الأكسري والاراي طيب آخر شي رح يكون طبعا رابط المحاضرة بأعلى يمين الشاشة حتى تشوفون والريديو ثرابي الريديو ثرابي هو استخدام الطاقة الإشاعية بالعلاجات مو فقط استخدامها بالداياجنوستيك أوكي الداياجنوستيك مو هي مو بس داياجنوستيك تكنيك هي أيضا تريتابل أو يعني تريتما تستخدمها بالتريتمنت بهذا المعنى الفكرة هنانا شنو أنه أنا أستخدم الأكسري أستخدم النيوكلير ميديسن أستخدمها حتى يعني حتى أقتل الخلايا الصراطانية بهذا المعنى هاي فكرة يعني لازم بصراحة كلش لطيفين وتحضرون الريديو ثرابي تتعرفون على هذا الشي سرع تكون فكرة هو بعلى يمين الشاشة طيب آدنا طبعا هذا هاي الجمجة ما طبعا هاي هنا هذا شنو هاي الصور عبارة عن شنو هنا أنا خليت على ما أعتقد مو كلش متأكد ولكن من الصورة واضح ولكن حتى إذا ما واضح أو حتى إذا ما كنت دقيق كلامي 100% فرح ينطبق عليه نفس الشي شنو هو هنا أنا ردت أفحص الرد بون مره ردت أفحص ردت أشوف الرد بون مره نورمال طبيعي بالنسبة لهذا الشخص طبعا هذا شخص طبيعي فشنو اللي جبت طيتها هاي المواد معينة هاي المواد معينة تكون مشاعة أوكي طيتها شربتها وطيتها بالدمة ويكون الطريقة اللي طيتها بيها فشنو اللي صار اللي صار انتشرت بكل جسمة مثل ما قاعد نشوف أو أنه أنا طيتها بطريقة معينة حتى انتشرت بكل جسمة الآن اللي أريد أسويه شنو أخذ صورة عن الإشعاء فأجي أخليه بجهاز معين رح يعمل مسح لجسمة ويشوف وين أكو إشعاء المكان اللي بيه إشعاء يعني معناته أنه هو هذا المكان اللي أريد أصوره بهذا المعنى يعني فاللاحظ أنه يعني هاي الرسمة هاي الرسمة كانت موجودة على أساس أنه الأماكن اللي بيها إشعاء هي اللي بينت ألاحظ أنه ما أخذ إشعاء السكيلتال سيستم كله ومركز بأماكن معينة على مناطق معينة هذه المناطق المعينة غالباً هي اللي يكون بها الرد بون مرة لهذا السبب أنا افترضت أنه هذه الأماكن اللي قاعد يفحصها هي وجود الرد بون مرة وكمية هل لأنه مثلاً أدنى بالفيرتبرا بالفيرتبراي الرد بون مرة يكون بكميات كبيرة هو أكثر الرد بون مرة موجود بالفيرتبراي بهذا المعنى فهذه الطريقة اللي أستخدمه أنه أطيق أدخل داخل جسمك مواد مشعة وأخذ صورة عن الإشعاءات اللي تطلع بهذا المعنى هاي كلها الفكرة ولكن أكيد يعني الإشعاءات تكون بكمية قليلة بحيث أنه ما تسبب لك يعني ممكن كمية كبيرة من الإشعاء ممكن تحرق تحرق عن سجز الجسم أو ممكن تسوي كانسر بهذا المعنى فأكيد أنا لازم أتحرق ما خلل الكمية بطريقة معقولة بحيث أنه أنا أكون قادر على أنه أعمل هذا التكشن ونفس الوقت أنه مو توصل للدرجة اللي تأذيك إعلى المعنى يعني هاي كل الفكرة فهذه كل التكنيكس اللي حبيت صراحة نعرضها لنا خمسة أكيد عندنا تكنيكس كثيرة ثانية ولكن ذني المستكمن وذني اللي نحتاج نتعرف عليها أو ناخذ فكرة عنها أكو أكيد بعد هاتنا دراسة كثيرة وطويلة عن ذني التكنيكس خصوصا الأكسراي والسيتسكان والأمار آي خصوصا ذني النتناثة أنه أكيد دازم نتعرف عليهم نتعرف عليهم بتفاصيل أكثر لأنه ذني رح يكون نادينا ورزلينا ذني الأدوات اللي رح نشتغل بيهن ولكن هذه المحاضرة كانت كفكرة سريعة أو كملخص مختصر لكل دني بهذا المعنى والهنانة يكون انتهى الفيديو أتمنى أنه ما طولت عليكم أتمنى أنه كانت المعلومات مفيدة بهذا الفيديو أكيد أنه أكو كان اختصار وهو الفيديو أساسا الفكرة الأساسية من عندما كانت تعمق بكل هذه الماديكال إمجيك تكنيكس لا كانت الفكرة عرضها بس وبعض التفاصيل أنه كان لطيفا أنه تعرف عليها طبعا بالمستقبل أنه رح نتعرف على الكثير من الأشياء ونأخذ يعني نتعمق أوكي نتعمق بمثلا ونصر نعرف نقراها ويصير أكو أسئلة وامتحانات إن شاء الله بالمستقبل عليها طبعا هذا كان آخر فيديو أو آخر محاضرة عن الجنرال أناتومي بقى فيديو واحد فقط للجنرال أناتومي ورح يكون بمثابة امتحان إن شاء الله طبعا رح أبين لكم تفاصيل على قناة التليجرام ورح يكون الامتحان على قناة التليجرام أمل كيفية فهذه الكيفية إن شاء الله رح تعجبكم كالعادة ولكن أهم شي أنه تشتركون أسفل ستلاقون قناة التليجرام الرئيسية The Main Telegram Channel دخلوا عليها واشتركوا بيها حتى يصلكم هذا الامتحان لأنه الفيديو مع هذا الامتحان رح يكون بعد يعني يمكن بعد 10 أيام ينزل الفيديو ولكن بالنسبة للامتحان ينزل قبل هذه العشرتيام فضروري أنه تمتحنون يعني تشوفون أنفسكم تشوفون المعلومات اللي حصلتوا عليها خلال هذا خلال هذه المحاضرات وهذا كل اللي حبيت أقوله نلتقي بفيديو آخر اشتركوا في القناة